شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفي الحمد لله لأمور مطمئنة فريق جاهز الكل جاهز مواجهة مرتقبة مواجهة صعبة يعني أنا ما بقلاش من المتشات التقيلة أو المتشات اللي هي مع المنافسين ما احترامنا لكل الاندية إنما المباراة دايما اللي بتيجي بعد مكسب لمنافس أو مكسب ببطولة يعني بنقلق شوي بنقلق شوي ليه بيبقى فيه بعض الأرياحية بعد ما بتكسب مكسب كويس مكسب فرقة بتنفسك على الدوري مكسب بطولة بتلعب فيها فدايما دايما بتبقى الحتة النفسية كده عند اللعيب بيبقى فيها أرياحية شوي نتمنى طبعا لعيبة النادي الأهلي على قدر كبير من المسؤولية وحاسين بالموقف الصعب اللي هم فيه احنا في موقف صعب وما زلنا في موقف صعب مباريات متتالية مضغوطة كل يومين ثلاثة النادي الأهلي الحمد لله رب العالمين ماشي بخطة كويسة جدا مع ميستر كورا الفترة الأخيرة الحمد لله احنا كنا بنقول ايه احنا عايزين التلاتة بقونتوا خلاص لا للوقت حتى العرض كويس يعني انت بتلعب تقدي أداء جيد وكمان بتكسب المباراة وكمان بتكسب المباراة بمناسبة ما انا بقول ان انا بكسب المباراة هتكلم على جزء بسيط على الماتش اللي فات ماتش بيرانس النادي الأهلي كانت النتيجة مش في صالحه وكان بيرانس متقدم اتنين واحد النادي الأهلي قدر يعمل الريمونتادة او يعمل التحول ويرجع تاني للمباراة الفضل الاول بعد ربنا في العودة للمباراة جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي وعظمة جمهور النادي الأهلي في المدرجات اللي احنا شفناها ومش في الماتش ده بس احنا طول عمرنا عارفين عظمة جمهور النادي الأهلي دايماً بتلاقيه وراء الفريق دايماً نقول إيه؟ في الحلوة والمر جمهور فعلاً بيهزك بال جمهور فعلاً ليه حجمه وتأثيره ودايماً قادر على مؤذرة فريق هو ده اللي عمل التحول ماتش اللي فاني طبعاً اللعيبة والمدير الفني بيقوم كل التقدير وكل احترامه ويعني عمله مجهود فوق الوصف وكانوا في الملعب أبطال ولكن اللي كان ليه التأثير الأول بعد توفيق ربنا هو جمهور النادي الأهلي هو اللي قادر يرجع اللعيبة للمباراة مرة تانية بعد ما كانت متأخرة النادي الأهلي متأخرة اتنين واحد هو ده جمهور النادي الأهلي اللي تابع ماتش بيرامة زلفات وشاف جمهور النادي الأهلي والتحول اللي حصل لفرقة النادي الأهلي في المباراة حيعرف أهو معنا جمهور النادي الأهلي على الشاشة زي ما حضراتكم شايفين على فكرة هم كده من قبل المباراة وكده لما الأهلي تقدم وكده لما بيرامة زيت عادل وكده لما الاهلي كان برامجز متقدم اتنين واحد وكده لحد ما الماتش خلص لصالح النادي الاهلي تلتة اتنين جمهور مختلف تماما مختلف تماما عن جمهور المنافسين احنا بنحترم كل المنافسين بس الجمهور ده اعظم جمهور تشوفه في مصر هو ده جمهور النادي الاهلي لو بصيت على الجماهير في المدرجات هتلاقي فيه اختلاف كبير جدا جدا تشجيع من القلب تشجيع بحب تشجيع مش عشان مصلحة مش عشان سبوبة مش عشان هياخد حاجة لا ملوش مصلحة خالص ده بيشجع لمن غير فلوس ولا واتباء ولا الحاجات دي خالص ملوش مصلحة هو نفسه يشوف نفسه يشوف فريقه على القمة بس دي جماهير النادي الاهلي طول عمرها جماهير النادي الاهلي دي نفسها في عجلة واحدة بس تشوف النادي الاهلي بيكسب كل ما تشاه بعيد عن اي اشخاص يعني انا مش رايح للاستاد عشان لي مصلحة مشاجعة الاهلاوي مع واحد لا خالص انا رايح للاستاد عشان انا اهلاوي بحب النادي الاهلي بعشق فريق النادي الاهلي بحب الفانيلا الحامرة هو ده النادي الاهلي هو ده جمهور النادي الاهلي مش مستني اي حاجة من حد هو بس امله الوحيد انه يرجع سعيد ويشوف فريق وكسبان مش بيشجع اشخاص مش بيروح عشان يشجع لعيبة معينة لكن بيشجع الكيان الكيان اللي هو النادي الاهلي وعلى فكرة مش في كورة القدم بس في كل الالعاب ومش لعبة معينة يعني ما بولكش ان جمهور النادي الاهلي عايز الاهلي يكسب مسلا في الكرة بس او في الكرة السلة بس او لا هو كده في كل الالعاب مع جميع الفرق عايز النادي الاهلي يكسب في كل الالعاب هو ده جمهور شفنا المدرجات بقى لنا كتير ما شفناش الحلاوة بتاعة المدرجات دي في مشات الدول حلاوة الجماهير والتشجيع الجماهيري لما كمان النادي الاهلي كان متأخر اتنين واحد والبعض كان من اللي بيتفرجوا في الشاشة على شاشة تليفزيون قال يعني جالوا إحباط شوية بس إحنا عارفين جمهور النادي الأهلي يحرك الصخر يحرك الصخر وده اللي حصل وده اللي حصل في الملعب سمعنا سمعنا الحناجر يعني هتطلع سمعنا الهتفات والمؤذرة شفتوا المؤذرة قد إيه وقتها تفتكر شعار الجماهير الدائم على الحلوة والمرة معاك يا أهلي